جاء يسوع المسيح إلى هذا المكان الهام يسمى الجبل المقدس في شيء مهم من خلال هذا الحدث يعتبر الحدث الأكثر أهمية بين ولادة يسوع المسيح وبين صلب يسوع المسيح فهو إنعكاس مجيد لهذا الحدث بمجيء المسيح وحضوره الكامل القوي في هذا المكان كان يسوع موجود في أقصى الشمال تحت سفح جبل الشيخ جبل حرمون في منطقة بنياس في قيصرية فليبوس سأل يسوع التلميذ من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أجابوا أجوبة كثيرة لكن بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن لك ثم لأول مرة ابتدأ المسيح يتكلم عن الهدف وعن المخطط لمجيءه والهدف من إرساليته قال ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة يصلب يموت وفي اليوم التالت يقوم جاء بطرس طبعا كان خيم الحزن على التلميذ وجاء بطرس أخذ المسيح جانبا وقال له حاشاك يا رب قال يسوع لبطرس ابعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس فإذا كان الموضوع حاسم فاصل بالنسبة ليسوع جاء لهذا الغرض وبطرس رغم الإعلان العظيم أن المسيح هو ابن الله لكن لم يقدر أن يفهم أو يستوعب الهدف اللي جاء لأجله يسوع أن يروح لأورشليم يصلب هناك ويموت هناك فقال له يسوع ابعد عني يا شيطان الشيطان يكره فكرة الصليب وكل من يقاوم فكرة الصليب هو أتباع الشيطان فالمسيح حسم هذا الأمر وبما أن الحزن خيم على التلميذ فجاء المسيح أخذهم مشوا مسافة ست أيام حتى وصلوا إلى هذا الجبل هذا الجبل يسمى جبل المقدس بحسب الكنعانيين القدماء كان يسمى أيضا جبل النور لكن دايما الكتاب بحاول يظهر نور المسيح مجد المسيح ولا معاني المسيح أكثر من أي شيء آخر وهذا الاختبار كان مهم جدا في حياة التلميذ ولسيما يدرك الهدف والغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح أخذ بطرس يعقوب ويحنى ولسبب التعب كان بطرس يعقوب ويحنى نايمين وعندما صحي بطرس شاف منظر عجيب شاف يسوع المسيح كما يقول كتاب تغيرت هيئته الهيئة تغيرت صار وجهه يلمع كالشمس وهذا الوصف نفس الوصف اللي موجود في صف رؤية الإصحاح الأول ووجهه كالشمس فطبعا تعجب من هذا المنظر وشاف إليا وموسى عم بيتكلموا مع يسوع المسيح انبسط من هالمنظر قال ليسوع يعني خلينا فلنمكث هنا ولنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة فكانت سحاب نيرا ظللتهم وسمعوا صوت صوت الآب من السماء قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر كان معه موسى وكان معه إليا هذا الانعكاس أحبائي اختبار كتير كتير مهم شافوا قبس من مجد المسيح أي من لهوت المسيح وبطرس لما كتب في رسالته هذا الاختبار كان موجود في ذهنه قال لأننا لم نتبع خرافات مصنعة بل كنا معينين عظمته على الجبل المقدس يقصد يعني هز رويلتي كملك الملك يسوع المسيح وسمع صوت من المجد الأسنى وهذا الصوت طبعا كان هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر ولاحظ أن السحابة لم تكن مظلمة السحابة كانت نيرا يعني فيها نور وفيها شعاع موسى وإليا اللي بمثل العهد القديم كانوا موجودين مع يسوع المسيح موسى 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 موسى